ثم أحبائي إنه جهاد الإيمان الإيمان الحسن أنت عارب بالإيمان نسلو وبالإيمان نواصل مسيرة حياتنا اسمع ما قال الرسول بولوس لابنه تيموثاوس جاهد جهاد الإيمان الحسن وامسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت أيضا واعترفت الاعتراف الحسن أمام شهود كثيرين إنه جهاد الإيمان في الحياة إحنا كمسيحيين عم نسلك بالإيمان لا بالعيان تعرفوا موسى ترك مصر غير خائف من غدا بالمدرك لأنه تشدد كأنه يرى ما لا يرى ثم يقول الرسول بولوس ونحن غير ناظرين إلى الأمور التي ترى بل إلى الأمور التي لا ترى لأن الأمور التي ترى وقتية وأما الأمور التي لا ترى أبدية فإذا واضح أحبائي السلوك بالإيمان في نظرة روحية سماوية إلهية التي تتخطى النظر إلى هذا العالم الشرير الفاسد والهالك أيضاً إنه جهاد الإيمان الحسن موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر